اشتركوا في القناة رئيس الوزراء بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيضة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده متطور ونماء في كافة المجالات كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعا برقية تهنئة ممثلة إلى معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري مهنئة سموه فيها بهذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر